مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران صباح الخير وأهلا وسهلا فيك عبر صوت المدى صباح الخير يسعد صباحك أنتو كل مستمعين صوت المدى أول شيء قبل ما فوت معك بدي اترك التقيل للآخر مثل ما بيقوله وكفي من محل ما كنا عم نحكي مع معالي الوزير بارود حول الموازنة بالأمس كان في كلام لافت جدا ليس بجذيط طبعا ولكن أيضا أعاد سيد نصر الله التأكيد على الانفتاح على أي نقاش بموضوع الموازنة وعلى عدم المس بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وعدم فرض ضرائب اليوم هذه الورقة التي نشرت في صحيفة الأخبار سالم زهران حول هذه النقاط وزعت على الأفريقاء السياسيين أو القوى السياسية على ما أظن باجتماع يوم الأحد اليوم إلى أي مدى يعني يمكن أن يساهم حزب الله فعلا بالحد من فرض ضرائب على الفقراء ومحدودي الدخل من بعد كلام سيد نصر الله بالأمس هذه الورقة ليست إنجيلا ولا قرآن هي رؤية الرئيس سعد الحريري لكن هذه الرؤية قابلة للنقاش بتقديري لا يوجد ضريبة في العالم لا تمس الفقراء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكن نعم هناك ضريبة مباشرة من قبل الفقراء وهناك ضريبة غير مباشرة لأبسط الأمر عندما نقول التفقاءة 15% هذا يعني أن الفقراء والأغنية كلاهما سوف يدفع نفس الأمر عندما نقول رفع سعر تنكة المزود يعني نحن كمان رح يقلع لنا الخبز لأنه أفرارنا بمعظمة بتشتغل على المزود والمحروقات وبالتالي لا يوجد ضريبة في العالم تمس الأغنياء وحدهم إلا إذا كانت ضريبة مباشرة ورقة الرئيس سعد الحريري هي استمرار لسياسة الرئيس الحريري هو والرئيس الشهيد رفيق الحريري وبتقدير الشخصي أن هذه الورقة لا تستطيع أن تمر في مجلس الوزراء إذا ما صدق الأفريق لكن حتما سوف يأخذ الرئيس الحريري بعض الشيء وآخرين سوف يأخذون بعض الشيء لكن الكلام الأهم بالسيد حسن نصر الله وهو كلام سريع لكنه لا فيه عندما قال يبدو أننا لن نذهب إلى الإصلاحات بأنفسنا ويبدو أننا علينا أن ننفذ إصلاحات البنك الدولي وسادر وهو لا يتحدث عن رؤية حزب الله بل يوفق الواقع كما هو لا كما يرغب وعليه إذا عدنا إلى تقرير البنك الدولي وأنا صدق أنني أعدت وثائق عن سادر واطلعت على كل تلك المرسلات التي قوى بها البنك الدولي نعم في سادر في الأعداد لسادر هناك توصية من البنك الدولي برفع التبئة إلى 15% لكن هناك توصية أخرى بإلغاء الجمارك يعني نحن أخذنا رفع التبئة وخلينا الجمارك بينما المطلوب ترفع الجمارك تلقي الجمارك وبتعلي التبئة نعم باختصار الموازنة سوف تكون حديث الساعات المقبلة وكما بات معروف الوزير ليس أبو صعب بعد قليل يلتقي الرئيس سعد الحريري ومن ثم يعقد مؤتمرا صحفيا شو خبرك الوزير بو صعب بده يحكي عن المؤتمر الصحفي هو بيحكي بالمؤتمر بس ما في شك انه العسكريين اليوم شعرين بقلق وحقهم يشعروا بقلق شعرين بتململ وحقهم يشعروا بتململ والطبيعي كل مؤسس اليوم بده تشد الحرف مثل ما منقول باللبناني لصوبة لكن باختصار نعم الضرائب مقبلة كيف يكون شكلها المنطق بيقول نبلش بالكبير نبلش بالمصارف اللي حققت أرباح مرعدة السنوات الأخيرة ومن بعد موصلنا المواطن المنطق بيقول انه منلغي الجمارك ونرفع التابعاء مش نرفع الجمارك ونرفع التابعاء مع بعض بموضوع أيضا الموازن اليوم بغض النظر شو مطلوب منه من سادر وشو مطلوب منه محليا ولكن اليوم سألته للوزير بارود رح أرجع أسألك اليوم الموازنة البلد على حفة الهاوية يمكن في ناس بتقول نحنا عم نبالغ وناس بتقول نحنا عم نوصف حقيقة ولكن اليوم بعد في خلاف سياسي على هذه الموازنة ولن يطرحها سعد الحريري على طاولة الحكومة إلا بعد التوافق السياسي أنا سؤالي بشقين هل برأيك فعلا ما في توافق سياسي ومثل ما ذكرت حضرتك شي رح ياخد النص وشي رح ياخد النص الآخر أو كل واحد بياخد لطرفه شوي أو أنه لا هناك توافق سياسي بالمضمون بس الشكل عم يتركوا هيك بعض الشكليات يعني مرة بيطلع فلان بيحكي ومرة بيطلع فلان بيحكي تقديري هذا الخلاف هو خلاف جدي وحقيقي وطبيعي عندما تعد أي حكومة موازنة ونحن ربما على اللي نسينا الموازنات بقينا 11 سنة بلا موازنة يمكن عقلة الموازنات نسينا يعني الموازنات هيك بتنعمل فعليا الموازنة هي مش تفترح سبات قداش بدنا ندفع قداش بدنا نقبض فعليا الموازنة هي سياسة الدولة المالية والاقتصادية وربما النقبية طبيعي الخلاف اللي عم بيصير طبيعي جدا على العكس إذا ما صار هيك بيكون في مشكل وأنا تقديري الشخصي يعني كل اللبنانيين يجب أن يحطوا حطب على هاي ده نار الخلافات للمرة الأولى لسبب بسيط لأنه كل ما اختلفوا كل ما اختلفوا فيه فرصة فيه فرصة حقيقية لنقاش جد لأن احنا أكثر من عام 25 سنو مش عامل نقاش أي بلد بدنا وأيا بس أنا بدي اختلف معكم بشاغل سالم بموضوع النقاش كل مرة إذا حطينا الحطبيت ووصلوا لنيقاش ما كل مرة عم يوصلوا لنيقاش نقاش بأنون الانتخاب مع فرق أنه مجلس النواب هالمرة عطل للحكومة ولنفسه مهلة ثلاث تشهر لأداية الموازنة شهر ونصب الوزارة وشهر ونصب المجلس عيد المهلة الحاسمة بتخليني أنا كمواطن كمراقب هذا النقاش تعالى وطيف لأنه في عنده تايمر في عنده وقت بتيخرس عليه بيلتزموا بهالوقات؟ برأيك رح يلتزموا بهالوقات؟ مجبورين مجبورين في قانون بمجلس النواب في قانون بمجلس النواب مجلس النواب منح الحكومة شهر ونصب لأداية الموازنة وشهر ونصب لنفسه لتصديق على الموازنة وبالتالي لما فرض المهلة ثلاث تشهر لما فرض وقال إذا تجوزنا المهلة تصبح حاجة الحكومة بنظري بحكم الساطر ومعلوماتي أنه مش رح نتجوز منه طيب أيضا بموضوع الاقتصاد العقوبات الأمريكية على حزب الله بالأمس أيضا في كان القرار الأمريكي على إيران قديش تأثيراته أيضا اليوم قبل ما أدخل أنا وياك على الملف وموضوع الاتهامات من اللواء الشرفريفي إلى جبران بيسي بكذب عليك إذا قلتلك أنه ما فيه تأثير لكن هذا التأثير حتى اللحظة هو تأثير غير مباشر على اللبنانيين بس كان في أسماء النشرة مبارح هذه الأسماء لنشرت مبارح لك أسماء هي أسماء صرت منشورة أكتر من عشر مرات حتى أن السعودية ودول الخليج العربي صنفت هذه الأسماء من فترة طويلة على أنه على إحدى الإرهاب أدهم طباجة بزة وشرارة مش أول مرة تورد أسماءهم يعني صارت أسماءهم المعروفة صارت أسماءهم المتجاولة لكن اللافت بالموضوع أنه الأمريكي طلع يقول مكافأة عشرة مليون دولار لكل واحد بدلع حزب الله على السريع وقف أشرف ريفي يقول أنا أول جسوس ورفع أي دولها هيك حزب الله يحول مصاري أو هيك زعم أنه حزب الله والحرف الثوري ينقل مصاري طب أليس بالكلام الخطير بس عفوا أطعتك أليس بالكلام الخطير بالأمس اللي قاله أشرف ريفي بيقول إيران ونتيجة للغطاء المسيحي شو عم بيجرب يعطي أشرف ريفي للمجتمع تفضل أنا ما بيعنيلي أن أعش الشخصي بين الوزير جبران بسير واللواء أشرف ريفي والوزير بسير من يدافع عليه وهو قادر أن يقدم وجهة نظره أنا ما بيعنيلي أبدا كل استجال السياسي أبدا أبدا ما بيعنيلي أنا بيعنيلي مسألة تالي المسألة الأولى عم يوقف وزير خارجية أمريكا بيقول في مكافأة لكل حدا بيقل أحزب الله كيف بينق المصارين دي أفواحها جيسوس أنا ما في يسمي إلا جيسوس يرفع إيه وبيقول هاك أو بيزعم أنه هاك حزب الله بينق المصارين اثنان أنا بيعنيلي أنه اليوم في مواطنين لبنانيين عايشين بالخليج عايشين بالياكل المتحد الأمريكيين مسيحيين شو عم نقول نحنا عم نقول للمجتمع الدول الأمريكان شرف وحطوهم بدائرة الشبهة قطحوا دموا تشهير وإفترة أمر مشروع حتى أنا أوقاتي بقوم فيه حتى أنا أوقاتي بقوم فيه ها طبيعة اللعبة السياسية بس اللي كان مبارح ما كان قطحوا دموا تشهير مبارح كان أمريكي عم بيقول شرفوا يا أضاد شرفوا يا موظفين بالمصار في المركزي شرفوا يا أمنيين لبنانيين عطونا معلومات عن حزب الله وخدوا مكافأات ما أشرفي في أول واحد يتبرع إلى لصالح مان عم تقول أشرفي في الجاسوس لصالح مان صالح الأمريكيين أكيد أكيد لصالح الأمريكيين اليوم سك شيرين شو عم بقول الأمريكي عم بقول للدولة اللبنانية موظفين الدولة اللبنانية شرفوا طعوش تغلو جواسيس وهاي مش أول مرة لأنه قانون الكونجرس الأمريكي اللي اتناقش بأيلول الماضي ستمبر كان فيه مادة بتقول على موظفين الدولة اللبنانية والأجهز الأممية اللبنانية والإدارة اللبنانية أن تتعاون مع الأمريكيين بموضوع العقوبات على حزب الله أشرفي فيه لتصريح مبارح ما كان عم بمارس سكت سياسي عن وزير جبران باسين لا كان عم بمارس جريمي بحق كل الوطن اللبناني لأنه عند أقول للإدارة الأمريكية نعم لبنان متورط شو يعني تيجي حقا يعني المطار عنا متورط يعني فأة مسيحية عفوا لبنانية متورطة يعني لبنان كله متورط لا اللي كان عم بيصير مبارح هو مش نكال سياسي اللي كان عم بيصير مبارح في حداً عم بيقول للأمريكيين أنا بقدر إلعب لعبتكن اللي هي لعبة جواسيس على حزب الله نعم طب بس قبل ما هو المشكلة الملف متشعب جداً لكن قبل ما كفي هل برأيك أنه الوزير السابق أشرف ريفي خرج بس لأنه مثل ما عم تقول جاسوس للأمريكيين وقدم وراء للمجتمع الدولي أنه تفضلوا شوفوا مين فيه وتعوا حسبوا ألا يمكن أن يكون في حدا دافشوا للوزير أشرف ريفي مثلاً الرئيس سعد الحريري نعم الرئيس سعد الحريري يبدو لي أضعف من أن يدفع بالوزير أشرف ريفي إلى هذا المشتباب الرئيس سعد الحريري يبدو لي أنه قد نظم علاقته مع حزب الله وليس ترى أن الحاجة حسين الخبيل يلتقي بالرئيس سعد الحريري بانتظام الأحد الماضي حضر بالاجتماع صحيح 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 الرئيس سعد الحريري علاقته بحزب الله وهو يرغب بهذه العلاقة لكن السؤال المركزي اللي بلنا نجرب نجيب عنه ولي أنا ما عندي جواب عنه هل أشرف ريفي عن بقدم هو وراء اعتمادي يقول الأمريكيين والسعوديين أنا حاضر أن نلعب أم لا فيه جو أمريكي وفيه جو خليجي عم بحضر ملعب اللجناني إلى اجتباك سياسي اهه ممكن أن يتجدد بين ريفي والحريري إذا ما سعد الحريري حافظ على هذا يعني اليوم بملف الوزير جبران بسيل ممكن يقول هذا حليفة وهناك تسوي كبير مع تيار الوطن الحر ومع فخامة الرئيس ومع جبران بسيل وبالتالي أشرف ريفي ما فينا إذا بدك اشتبك الأمريكيون مع حزب الله طارة مباشرة عبر الإسرائيليين تأكد الحروب وطارة عبر المجموعات التكثيرية وكان اللواء أشرف ريفي ثولات وجولات بدعم بعض تلك المجموعات التكثيرية هيدا اللي اتهمتوا في الولاماته اليوم بالكلام لا أنا وياه أمام القضاء مش بين هلأ أنا وياه هلأ عنا جلس الشهر المقبل وأنا طالب من القضاء اللبناني يستدعي الموقفين بالمحكم العسكرية ومنهم الأبطائية ويستمع لهم كيف كانت برطة الأشرف ريفي تستعمل سيارات أشرف ريفي لتزئ أهالي العسكريين وطلعوا شو بولادوا المخطفين أنا وياه أمام القضاء الشهر الجي عنا جلسي والشهر الماضي كان عنا جلسي تأخر اليوم الأمريكيين عم بيشهروا سلاح العقوبات هل في أطراف لبنانية حاضرة لعب لعبة الأمريكيين أشرف ريفي رفع أيده وقال أنا حاضر أما بقي بس أشرف ريفي رفع أيده عزبول أنا حاضر لما أنها الأمريكيين خسروا لعبة لأنه أشرف ريفي أصغر من أنه يقدر يواجه حزب الله على الصعيد غير أنه قادر يواجه حزب الله على الصعيد السنة هل برأيك أيضا لا يمتلك اليوم القوة أشرف ريفي بدليل فيه شعور عند معظم اللبنانيين باللا مغالات الحزب اللا مغالات هو الحزب الأكبر بلبنان بقلب اللبنانيين السنة هم أكثر اللا مغالين بما يجري لسبب بسيط لأنه مناطق السنة هي الأشد فقرة يعني بيكفي يقول البنك الدولي بيكفي يقول 36% من فرابنسيين هنا تحت خط الفقر أنه هذه المدينة هي المدينة الأفقر على طول خط البحر قدر المتوسط دليل مؤطعتهم الاتخابات الأخيرة صحي ورغم كل هذا التجيش اللبنانيون يشعرون باللا مغالات اتجاه هذا الخطاب السياسي والسنة هم أكثر اللا مغالين وما رح أقول المحبطين في هذا الجو السياسي لكن على كل المستمعين على كل الناس سواء اللي بيحبه أو اللي بيكره السياسي الوزير جبران باسيد ما ينتبه ينتبه عفوا أنه هذا الاشتباك مع الوزير الشرطي تبطى الاشتباك بالنكب السياسي بطى الاشتباك بالشخصي هو اشتباك بالخط الأحمر لإسمه العقوبات في مين بدجر لبنان على لابة العقوبات مع الإدارة الأمريكية طيب بكرة أبا إش الإدارة الأمريكية قالت هذا الرجل كان وزيرا للعدل وقبل مدير عام لقوال أمن الداخلي وهو يعترف أن مطار بيروت قال من خلاله المال عليه هذا المطار يصنف على أنه مطار غير آمن فبيتحمل تبعاته نكت سياسي كلنا بننكت بالسياسي نعم طرف سياسي كلنا عنا طرف سياسي الحمد لله بس ما نلعب بالخط الأحمر اليوم في خط أحمر اسمه عاصفة العقوبات الأمريكية هالعاصفية يا نحن بدنا نتعامل معه بطريقة صحيحة أو علمية مثل ما تعطينا معه في كل المراحل السابقة يا بدنا نفوت على البزار اللبناني برأيك إذا بدنا نفوت على البزار اللبناني عز ما الله أجريك لا بس برأيك اليوم بتفوت على البزار اللبناني ولا لا بالأجواء المحيطة فينا اليوم أشرف صغير وبلا طعم هايك العربي للشبرح وما بيأثر لكن نعم إذا بكرة هايك الخطاب بيبلش دوار إذا بكرة بطيطلع أكثر من المطبط بالدولة سواء سابق أو حالي بتجيح كهيد المغار ممكن نحن عم تقول للمجتمع الدولي اللبنان غير آمن مطارنا غير آمن نظامنا المصر فيه غير آمن طب أنت عم تحصر اليوم هذا الملف عم بتوصفه تحديدا بالاشتباك بالخط الأحمر أي بموضوع العقوبة ولكن الماريح الوزير السابق أشرح ريفي اللواء أشرح ريفي بيقول أنه هو عنده بعض الملفات المكتملة وبعض الملفات القيد الإنجاز بده يقدمها للقضاء لام القضاء لمطلبه استمع لإفادته طرح عناوين عديد اتهم فيها جبران بسيل قال عنه أكبر فاسد بالجمهورية اللبنانية وحتى كمان بس خلينا أذكرك سريعا الفساد السدود المائية بواخر الكهرباء قضية الأسعار أراضي سلعاتها لإنشاء معامل كهربائية تلزيم داير عمار إقامة سدود مائية قضية الأموال الإيرانية كلها اللي حكينا عنها طبعا في بعض الملفات مختلطة لأمور على الوزير السابق أشرف ريفي لأنه كلنا بنعرف أنه في أطراف داخلي فيها مش دفاعا عن جبران بسيل لا بس في وقائع بهالأمور بس برأيك كله اللي تقدم فيه مش مزبوط؟ نفس الأمور عن بعض البعض هلأ منحكي بموضوع الفساد أو ملفات الفساد بكرة عبكرة ينزل لواء أشرف عند الرئيس علي إبراهيم ودع العالم يحط عنده الملفات أنا مواطن لبناني صحفي لني وزير سابق ولني مدير عام قوة من داخلي سابق نزلت عند علي إبراهيم مرة 2-3-4 بملفات رسمية يشرف ينزل بملفه وإذا بيطلع معه الحق لنحن أول ناس بدنا نقول حدهم وأنا ما وقت لي بيحكي ضد أشرف فيه في ما بيحكي ضد كل المؤتمر ليحكي لا أنا هذا المؤتمر عنده جزء آن عنده جزء يحكينا عنه عنده جزء تاني عنده بتهم الوزير بسيل أو غيره بالفساد يشرف يأخذ هالملفات وينزل على القضاء وبطريقه نازل عند الرئيس علي إبراهيم باركي باركي فرض مرة يستمع له برأب الأرار اللي أخذ وآخر أراره وقت كان مدير عام قوة من داخلي اللي رقمه 4355 يلي مضى فيه اللواء أشرف ريسي إذن للمدرية الخدمات الاجتماعية اللي نصرفه 877 مليون ليرة للنقيب الرفاعي اللي هو مرافق الشخصي وقت كان مدير عام قوة من داخلي وقت كان وزير عدد وبعدان اتبين أنه هيدا المزوط يلي صرف له اللواء أشرف ريسي للمرافق 877 مليون ليرة لا يشتريه توقف يلي بيصدر هيدا المزوط لأنه مش مسلمه واعترف عند الرئيس على الإبراهيم هذا التاجر اعترف هذا التاجر أنه عاطي إكرامية للنقيب الرفاعي طيب التاجر فاك على الحبس وما بعث إذا بعده بالحبس والنقيب بعده عم بكذر ما هو أشرف ريفي فرض مرة أشرف ريفي هو رايع على القضاء بارك بيجاوبنا على القصة هذا في مجالي بالأملية أنا عندي كمان سؤال حكيت بالأمس عبر السوشيل ميديا عن ثلاث تهم لمقادة الوزير السابق أشرف ريفي موضوع أول شيء اللي تفضلت وحكيت فيه بأنه الكلام اللي وجهوا بالأمس واللي أنا سألت عنه اتهام المسيحيين أنه يا مسيحية أو شوفوا الدعم من جبران بيسيل لحزب الله أيضا في موضوع داعش والتواصل مع المجموعات الإرهابية أيضا موضوع المحروقات في بعد عندك شيء ملفات سليم زهران لا قطع على أشرف ريفي ستشيرين قصة سهلة وبسيطة وأعينة هيدا البلد إذا بتغمضي عينيكي هيك بتمدي إيدك بيطلع عندك ملف كيف ما برمطي إيدك صار السيستم فاسد يعني صار بالعكس إنه بدك تجارب تفتشي عملفك سليم صار 100% أنا أشرف ريفي باختصار بقول كات الملفات باختصرهم من نص دقيقة وبقول واحد حقك تعمل لكات سياسي أنت والطيار وطن الحار حقك ما تحب الوزير جبران باسيل حقك تقول فيه اللي بدك تقوله بس مش حقك تقول للمجتمع الدولي إنه مطارنا ما أنه آمن بتهرب فيه مطاري إنه جزء من اللبنانيين المسيحيين هني بيقبضوا فلوس من الإيرانيين ومن حذب الله بهذه اللحظة اللي فيها موجة عقوبات مش حقك تهدد أمننا الاقتصادي بهذه اللحظة بالذات مش حقك وقت اللي بيقول الأمريكيين فيه مكافة 10 مليون دولار اللي بيدلع حذب الله بتقول ترفع إيدك أنت بتقول شرفه هاي تحذب الله بيشتغل إيه أول واحدة اثنان أنا بطلب من القضاء اللي يسرع هاي الجنس اللي صارت مأجلة مرتين تصير المرة الجاية وأنا بيقبل بالحكمة اللي بديزرع القضاء ويستمعوا لقادة المجموعات التكثرية كيف كانت مرته لأشرف ريفي وأشرف ريفي يتواصلوا مع المجموعات تلاتة أشرف ريفي عنده قوة جبران باسيل فاسد ياخد هالملفات وأنا راح تكون أول واحد حده وينزل فيهم عند المدى العام المالي يسلموا هني وبطريقه يخبرنا عن النقيب الرفاعي والمظوط والمحروقات يلي الحبث التاجر بس ما الحبث مرتشي اللي هو إيد اليمين طيب اليوم استي سالم زهران الوزير جبران باسيل تهددون اللواء أشرف ريفي بالقضاء هو يبدو لجأ إلى المؤتمر الصحفي هل برأيك هو فعلا لديه تخوف من القضاء اللبناني أو من تقديم إثبتات لهيك عم يطلع إلى الإعلام وبهذا الشكل من التهجون أشرف ريفي بالدارع كام وزير عدلية ما هو كان وزيرا مش وقت اللي بيعجبنا وقت نكون احنا بالسلطة بتعجبنا العدلية ومن روح عليها ووقت اللي ما بتعجبنا السلطة ما من روح على العدلية اثنان أشرف ريفي كل الوقت عم بيعطي علينا دروس انه احتكموا للدولة والإعادة في الدولة والظهروا من لعبة الميليشيان طيب يتشرفوا على القضاء تلاتة رح كوم معك جري وقح علي إبراهيم مدة عام مالي شيعي يمكن ما بيوث فيه أشرف ريفي سامير حمود مدة عام تمييزي سنة وعفا على التعبير يشرف ينزل عن سامير حمود يسلوا ملفات فساد جبران بسيل وإذا معه ملفات أنا أول واحد بديكم حاجة بركه خايف من وزير العدل المسيحي بركه خايف من وزير العدل المسيحي لأنه محسوب على تيارة وطن الحرارة ما بيمون وزير العدل المسيحي ما بيمون على مدة عام التمييز مدة عام التمييز إذا مارس مهامه والسلطة ما حدا بيمون عليه وما توصديني بأن تلني هلأ ده مدة عام التمييز بيسترم الملفات ويطلع الشرفي في يمشر بالألام ويقول هاي دي الملفات اللي أنا سلمت خلصنا هلأدل قصة بس اللي نكون عم نرفع عيدنا نقول للأمريكان شرفه إحنا معكم السيستم اللبناني عم بفوت مصاري لإيران